اشتركوا في القناة نحكي توقعات اسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الاسبوع بالتفصيل الاسبوعي ولكن الجزء الاول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور لها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك فيه تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة فيه احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم خمسة عشر الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم ستعاش يوم ستعاش في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو الو علاقة بالجيش والو علاقة بالحرب والو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او 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 اووضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر اما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا انه عطارد رح ينتقل يعني الى برج العذراء في ساعات الفجر وهاي من الاشياء الايجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لانه هذا كوكب متحكم فيه اساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا احنا من المفروض نحكي اليوم الجمعة ولكننا نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في اول درجاتها وهاي الشغلات الايجابية انه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه انه الامور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لايلك معناته اعرف انه هون بلشت سنتك وبلشت الاحداث الايجابية اللي تعطيك الايجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى اخر انه احداث الاسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في اشياء ايجابية في اشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في اشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا انا بالنسبة للي الجميع متعود اني انا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش اني ما بعرف لا انا بعرف لان كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك انت عشان انت تعرف برج الدولة اللي انت عايش فيها او اي دولة انت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها او تاريخ عيد استقلالها وهو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها او تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فاذا حكينا في الابرج اليومية انه في سلبية على هذا البرج اعرف انه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج اذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل ايجابية لهاي الدولة معناته بيعمل ايجابية لهاي الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك اما اجي اقول لك انا في علم الفلك انه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وانا بدون ما احسب له بس ان هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما ياخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الوعلاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكيك اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء شغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لانو في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج الدلو طبعا بالنسبة لبرج الدلو اول شيء رح نحكي عنه اقرب كواكب لالك اللي هي موجودة في البيت الثالث وخصوصا انه المريخ المريخ اللي بشكل زاوية تربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي اللي هو في بيت متاعبك فعشان هيك بدك تكون حذر من البيت الثالث الفترة هاي رح تحدث بعض الاشياء اللي لها علاقة بالعصبية بردات الفعل السلبية بالتوتر باصابات اثناء الحركة بدك تحذر اثناء حركتك انه عشان ما تتعرضش لاصابات ايه برضو قيادتك للسيارة بدك تكون منتبه حاول انك تركز اذا كان عندك امتحان او كان عندك مقابلة ما تعتمد على الحضوض نهائيا اهم نقطة انك تضبط حالك من الاندفاع والتهور والعصبية بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا نبتن اللي موجود فيه فهو بعزز بعض الامور المالية او نشاط مالي او حل لبعض الامور المالية ما تعتمد على الحضوض هاي بتعتمد على مجهودك لانه بتراجع نبتن فعشان هيك ما بيعطيك حض فبدك تتعب شوي ولكن في النهاية مع تكرار المحاولة بتحصل على مكاسب او اهتمامات مالية او حل لمسائل مالية بتكون بشكل مفاجئ وممكن بالفترة هاي تحصل على شيء من المال او على حل معين او على هدية او تكريم معين اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا عندك اورانوس اورانوس اللي بيجيب اشياء مفاجئة دائما يا بتكون ايجابية يا سلبية فعشان يكيد تركيز بالفترة هاي رح يكون على امور الها علاقة بالوضع المالي بالوضع العائلي بوضع مصاريف منزلية اشياء الها علاقة باعطال مفاجئة اكتشاف اشياء الها علاقة بالبيت ممكن يصير نقاش او تقارب ما بينك وبين احد افراد العائلة وممكن انه يتطور هذا النقاش بدل ما هو ايجابي زي ما حكينا متقلب يعطيك اشي سلبي فبدك تنتبه اثناء تعاملك مع افراد العائلة ممكن تظهر بعض التطورات او بعض الاعمال او الاشياء المهمة على مستوى البيت اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هنا منحكي عن الزهرة الزهرة بتدعمك بشكل قوي لعمل جديد او تطوير مجال عملك او يعني تحدث لك بعض الاعمال او تغيير مسار عملك باتجاه معين الاجواء ايجابية بتدعمك في مسائل كثيرة وبرضو بتساعدك في تحقيق بعض الغايات اللي بتكون لصالحك بالفترة اهم اشي انه برضو على المستوى الصحي الاجواء جيدة بتدعمك ممكن تهتموا ببعض الامور اللي الها علاقة اما بالوزن او التجميل او اشياء الها علاقة بمكملات غذائية او فيتامينات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت السابع فعنا الشمس وعنا عطارد ما رح نعتمد على عطارد كثير لانه شويه بعطيه نوعية للتواصل او قدر على تواصل ولكن ضعيف بحضوضه الشمس اقوى بالحضوض فهي بتدعم مسائل الها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وامور الها علاقة بالزواج وعلاقتكم بالازواج فممكن تتطور المسائل بشكل قوي جدا وصحيح انه هذا البيت بضعف من طاقتك شوي ولا انه مقابلك مباشرة ولكن برضو بعطيك مجالات ممتازة في من موليد برج الدلو ممكن يرتبطوا او يكون عندهم زواج او انهم يبدأوا بالتحرك لهذا الموضوع يعني الاجواء تحمل نوع من انواع المصالحات وبرضو تراجع عن بعض القرارات وقدرة على حل المشاكل العائلية الزوجية اما بالنسبة لبيت المتاعب فحكينا انه المريخ بشكل زوايا تربيع مع بيت متاعبك واللي موجود فيه لهو الجدي اللي موجود فيه بلوتو زحل مشتري بتراجعوا الثلاثة فعشان هيك بدك تكون حذر بالفترة هاي من اعداء خفيين او متخفيين اشخاص بيك يدولك بيحاولوا انهم يتآمروا عليك برضو في مكان العمل ذك تكون حذر صحيح الزهرة بتدعمك في اشياء كثيرة ولكن حاول انك ما تهم العملك ما تراكم الاعمال عندك وما تستهين في بعض المسائل برضو الوضع الصحي بده شوية رقابة من بعض المفاجآت او التطورات اللي بتيجي بشكل مفاجئ ما فيها شيء خطير ولكن بالنهاية بدها نوع من انواع الحذر وصلنا للتوقعات الاسبوعية من عصر امس الاربعاء القمر صار موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت وهاي بتخلي الحظ دائما يكون حليف لالكم داعم لالكم بقوة بتكونوا عاطفيين وبرضو بتعطيكوا شوية حظوظ مالية بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات بتتحسن الاجواء نسبيا بتصبح الاجواء اكثر سهولة ممكن تظهر هاي الفترة نوع من انواع لقاءات الطارئة ما بينك وبين الاخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمنة من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان حتى صباح يوم الاثنين بيتركز العمل عندكم حول انجاز ما بوسعكم دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل في العمل حاذر من تراجع صحي بالفترة هاي غير الاولويات اذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل من صباح يوم الاثنين القمر بصير في الاسد حتى صباح يوم الاربعاء ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف اخر حاذر من الخلافات وما تضخم الامور تبدو مرها في الحس متوتر بسبب قلق ما حاذر اثارة العدائي والبلبلة مزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور للاشخاص اللي حواليك من صباح يوم الاربعاء القمر بصير في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة اتفحصوا حساب مالي مشترك خففوا من النفقات صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية اهمش انك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي او التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف اهمش انك ما تهم الملف ولا قضية من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالميزان تنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض الاشياء اللي ما بتناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة ومحتمل بعضكو ينال على امور الها علاقة بالسفر او التنقلات البعيدة بين المحافظات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء